تم اطلاق النسخة الثالثة من معرض حي القاهرة الدولي للفنون واللي بيتم تنظيمه في أربع مناطق فوسط البلد المناطق دي بتتغير وبتعتبر مناطق ومعارض جماعية مفتوحة للجمهور يومياً معادة يوم الاثنين الفعليات هتستمر لغاية يوم 30 أكتوبر اللي جاي أنا عارف اللي انت بتحب الفن والسنون فعشان كده يعني ده بالنسبة لك خبر ذو أهمية يعني كبيرة جداً فكرة أنه عندنا معرض مفتوح لمشاركة يعني الفنانين من يعني مختلف الأنواع والأطياف لون الفن اللي موجودة عندنا في مصر وإحنا عارفين إحنا كمصريين عندنا الفن والثقافة ليه طبع خاص وليه هوية خاصة بتاعتنا لكن معرض حي القاهرة المفتوح ده هيكون فيه أكتر من 100 فنان عالميين ومحليين مش بس يعني فنانين مصريين لأ كمان هيكون فيه فنانين عالميين وبيتيح لهم الفرصة أنهم يعرضوا فنهم أمام الجمهور لمشاركة وتأمل في الأعمال الفنية والثقافية تفاصيل أكتر عن هذا المعرض نعرفه من خلال التقرير اللي جاي فكرة أرض جيبزي بدأنا أول نسخة في 2017 في المتحف المصري وأسر المانيال وشارع المعز والهرم نسختين والسنة دي إن شاء الله النسخة الثالثة يوم 26 أكتوبر بإذن الله فكرتنا إن هو الفن يبقى في متناول الجميع فإحنا بنفتح ببنة للناس كلها أي حد بيقدر ييجي طبعاً بالنسبة لنا نص وسط البلد دي مهمة لأن أي حد ممكن ييجي من أي ناحية من الكاهرة المشاركين السنة دي عندنا 14 فنان مهمة قوي اتنين فنانين مصريين سام شنزي ومحمد بنوي وعندنا 12 فنان عالمي موسيقى الإفنت الموجودية في النهاردة ده إفنت اللي بينزمه أرت جيبت هو دايماً أرت جيبت شغله مختلف عن أي تنظيمات وأنا صراحة بحرز جداً لنا أشارك معهم نوع الأوديونس اللي بيجي مختلف والفنانين كانوا بيقتنوهم بقو فنانين مختلفين جداً فمتوا حاجة انترسين بالنسبة لي فنون بصرية بكل أشكالها يعني نحت موجود، رسم موجود، إنسليشن فهي فرصة لطيفة قوي أن تعرف على الفن المصري اللي موجود دلوقتي بزاد فئة العمرية لتعالشباب إحنا السنة دي أول مرة بنشارك مع أرت جيبت وعملين كلابوريشن مع الـ IOM علشان نعرض أعمال فنية للاجئين ملتمس لجوء ومهاجرين من بلاد مختلفة أنا يعني بشتغل بخامة طبعية اللي هي الرمل المصري مع لون واحد ودي بتبقى معادلة صعبة شوية اللي انت تحقق لغة تشكيلية بخامات قليلة جدا وفائرة جدا بحيث تقدر تحقق بها اللي انت عاوز تقوله احنا بنشوف في أرد جيبتن ومهم جدا تمكين الشباب ومهم جدا احنا نشتغل مع الشباب من صغره يبقى مؤهل وفاهم يعني ايه فن؟ احنا ايه قوتنا في مصر؟ هي دي اهم حاجة احنا عندنا حاجة مش موجودة في العالم كله فتراثنا هو ده اهم حاجة نحافظ عليها وحضارتنا اللي محدش يقدر ياخدها اشتركوا في القناة